أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نستأنف بفضل الله تعالى القراءة في كتاب الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية لسيد الشيخ الأكبر محيد دين بن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونحن نقرأ في الباب الثامن والخمسين وخمسماء في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة تعالى وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا وما لا يجوز ولقد قرأنا مقدمة هذا الباب وقرأنا حضرة الإسم الله وهي الحضرة الإلهية وذكرنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول إن لله تسعة وتسعين اسما ماءة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فقرأنا أيضا الحضرة الربانية وهي الحضرة الثانية ثم في المقطع الذي سبق هذا قرأنا حضرة الرحموت وهي للإسم الرحمن الرحيم ونحن نقرأ الآن إن شاء الله تعالى حضرة الملك والملكوت وهو الإسم الملك فنبدأ وبالله التوفيق إذن في المقطع الذي سبق هذا انتهينا هنا من قراءة حضرة الرحموت وهي للإسم المركب الرحمن الرحيم وهنا تبدأ حضرة الملك والملكوت وهي للإسم الملك فيقول الشيخ محيد الدين كعادته يبدأ بأبيات شعرية فيقول إن الملك هو الشديد فكن به ملكا على الأعداء حتى يمتلك أو تمتلك فإذا ملكت النفس عن تصريفها فيما تريد تكن به نعم الملك ثم يقول في وزن آخر بقصيدة أخرى إن الملك هو الشديد فكن به وله مليكا في القيامة تسعد لو لم يكن من ملكه إلا الذي يوم القيامة في السعادة يشهد أو تشهد يعني ذلك يكفي وذلك إشارة إلى قوله تعالى في سورة الفاتحة ملك يوم الدين فلو لم يكن غير هذا لكفى فإذا اعلم أن الملك والملكوت لهما الاسم الظاهر والباطن وهو عالم الغيب وعالم الشهادة وعالم الخلق وعالم الأمر وهو الملك المقهور فإن لم تكن مقهورا تحت سلطان الملك فليس بملك ومن كان باختيار ملكه لا باختيار نفسه في تصرفه فيه فليس ذلك بملك ولا ملك يعني من كان ملكه يحكم عليه فليس بملك الملك هو الذي يتصرف باختيار نفسه فإذن فليس ذلك بملك ولا ملك بل منزلة من هو بهذه المثابة بمنزلة المتنفل في العبادة فهو عبد اختيار لا عبد الطرار يعزل ملكه إذا شاء ويوليه إذا شاء والملك المجبور المضطر ليس كذلك فهو تحت سلطان الملك يعني الملك يكون تحت سلطان ملكه فإذا نفذ أو أنفذ أمره في ظاهر ملكه وفي باطنه فذلك الملكوت إذن الملكوت هو الظاهر والباطن والملك هو الظاهر وإن اقتصر في النفوذ على الظاهر وليس له على الباطن سبيل فذلك الملك وقد ظهرت بهاتان أو هاتان الصفتان يتبع إذن وقد ظهرت هاتان الصفتان بوجود المؤمن والمنافق في اتباع الرسل صلوات الله عليهم فمنهم يعني من الناس من اتبعه في ظاهره وباطنه وهو المؤمن المسلم ومنهم من اتبعه في ظاهره لا في باطنه وذلك المنافق إذن المنافق يتبع الرسول في الظاهر وهو في الباطن كافر والمؤمن يتبع الرسول في ظاهره وفي باطنه فهو مؤمن مسلم ومنهم من اتبعه في باطن أو في باطنه لا في ظاهره فذلك المؤمن العاصي يعني من يؤمن ولا يعمل فهو مؤمن عاص وما جعل الله للإنسان عينين إثنتين يعني إلا ليدرك به ما هاتين الصفتين عين حس وعين عقل بصيرة وبصر لأنه لما خلق من كل زوجين اثنين خلق لإدراكهما عينين ولما أضاف إلى نفسه تعالى الأعين كما ورد في القرآن بلفظ الجمع إذن بلفظ الجمع ليدل على الكثرة فكل عين حافظة مدركة لأمر ما بأي وجه كان فهي عين الحق الذي له الحفظ والإدراك فذلك سبب الجمع فيها فهو الحفيظ بنفسه وبخلقه وهو العليم بما له من حقه ولما أضاف بل وصف نفسه سبحانه وتعالى بالمشيئة والاختيار أثبت بذلك عندنا شرعا لا عقلا أن له تصرفا في نفسه وهذا أمر أو حكم يحيله النظر الفكري بعين البصيرة والعقل يحيله على الله ويصححه الخبر الشرعي والعين البصري واختلاف الصور عليه إشارة إلى قوله تعالى كل يوم هو في شأن التي يتجلى فيها وبه ثبت ثبت قوله يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت وإن يشأ يذهبكم يعني وجود الشرط وجود التجلي في صور متعددة ويأتي بخلق جديد وآية أخرى ولو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ففي هذا كله في هذه الآيات وجه إلى أحدية متعلق الإرادة ووجه إلى التصرف في التعلق والتصرف في التعلق تصرف في الإرادة والإرادة إما ذاته على مذهب نفاتي الصفات الزائدة وهم الأشاعر وهم وإما صفته على مذهب مثبتي الصفات وهم المعتزلة مثبتي الصفات على أنها زائدة إذن نفات الصفات على أنها زائدة هم المعتزلة ومثبتيها على أنها زائدة هم الأشاعر وصحيح في غير هذا وفي غير هذا في غير هذين القولين وهو أي الأصح من هذين القولين هو أن الإرادة ليست بزائد على الذات ولا هي عين الذات وإنما هو أو هي تعلق خاص للذات أثبته الممكن لإمكانه في القبول لأحد الأمرين على البدل يعني بمعنى لو لا معقولية هذين الأمرين ومعقولية الفعل من الممكن ما ثبت للإرادة حكم ولا للاختيار ولا ظهر له في العبادات إسم إذن معنى هذا الكلام هنا وهو محور كل الحديث عن صفات وأسماء الله الحسنى الكثيرة والتي تعود لذات واحدة معنى هذا الكلام أن الصفات والأسماء المتعددة إنما هي تتعدد بالنظر إلى الخلق وليس بالنظر إلى الحق سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى من حيث ذاته واحد أحد لا يقبل حتى الصفات صفاته ليست شيئا إضافيا على ذاته وإنما هذه الصفات تعقل من حيث كونها نسب تتعلق بالخلق الذي الخلق المتعدد والتجلي في الصور المتعددة على الزمان والمكان كما بينا في مقاطع السابقة فإذن لو لا وجود الخلق لما كان هناك داع ولا حتى معنى لهذه الصفات التي هي مجرد نسب تتعلق معانيها المختلفة والمتعددة بالخلق أنفسهم فالإرادة مثلا هنا هي نسبة وجودها وعدمها أو تعلقها أو عدم تعلقها هذا التعلق له أو يفهم بالنظر إلى الممكن وهو الخلق فمن حيث الخلق يمكن أن تتعلق الإرادة به أو لا تتعلق فيخلق أو لا يخلق أو يتجلى بهذه الصورة أو بغير هذه الصورة وإنما من حيث ذاته سبحانه وتعالى فذاته هو ليست غير إرادته وذاته ليست غير علمه أو علمه ليس غير ذاته فإذن العلم والذاء والإرادة والقدرة وهذه الصفات الثبوتية هي عين الزات وليست زائدة على الزات والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وهذه مسألة دقيقة اختلفت اختلف فيها علماء الكلام الأشاعر والمعتزلة خاصة وغيرهم من الفئات المفكرين الإسلاميين إذن ف فإذن فمن حضر حضر مع الحق في حضرة الملك والملكوت ولم يعرف العالم يعني لو كان فانيا الإنسان في الحق ولم يعرف العالم ولا ما هو ولا عرف نسبته من الحق ولا نسبة الحق منه فما حضر في هذه الحضرة بوجه من الوجوه ولا كان له حظ في الاسم الملك يعني تعلق الاسم الملك وكذلك في الانقسام هنا إلى الملك والملكوت والظاهر والباطن كله هذا يؤذن بالتعدد وبالتالي بالخلق وكثرة التجليات أما من كان فانيا عن الخلق فانيا في الحق ولم يعرف العالم أصلا مثل الملائكة الكروبيون المهيمون في ذات الله سبحانه وتعالى فهم مع الحق ولا يعرفون الملك وليس لهم حظ في هذا وهنا ينتهي الكلام على حضرة الملك والملكوت وإن شاء الله يتبع في المقطع التالي الحديث عن القدوس حضرة التقديس والله يقول الحق وهو يهدي السبيل إذن كانت هذه قراءة في الباب خمسمائة وثمانية وخمسون من الفتوحات المكية في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة تعالى وما يجوز أن يطلق عليه لفظا وما لا يجوز وهذا الكتاب كتاب الفتوحات المكية لسيدي الشيخ الأكبر محيد الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكنا نقرأ في هذا المقطع حضرة الملك والملكوت وهو الاسم الملك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله يقول الحقاء وهو يهدي السبيل